جزائر النهاردة وجمال بالماضي العبقري المدرب الوطني العبقري اللي فاهم امكانيات وقدرات كل اللعيبة بتاعت الجزائر لانه جزائري ولان حسن شحاتة كان مصري اخذ 2006 و2008 و2010 لانه فاهم الليلة كلها ماشي ازاي ومن قبل الكابتن محمود الجوهري 98 لانه فاهم الليلة كلها حتى لما اخذناها 86 هنا في مصر كان اي نعم مايكل سميس لكن كان معاه الكبير كابتن شحتة وخلي بالك انها في مصر يعني هو مدعوم بجماهير مصر وبقيادات السياسية وكذا 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 رغم خسرته في البداية 1-0 لكن لكن النهاردة جمال بالماضي ادانا درس او اداله هو انتوا عارفين مين هو طبعا اداله درس اشرك تسع لاعبين جدد لم يشاركوا في المبارتين السابقتين تسع لانك اتنين بس اللي شاركوا قبل كده جول كيبر اللي هو طبعا رئيس امبلوحي واسماعيل بن ناصر فقط لغير دول اللي شاركوا في المبارتين السابقتين وتسع لعيبة جدد دراج الفاهم اولا هو لما اشرك تسع لعيبة جدد هو اشركهم وهو مطمئن تماما خلي بالك ندخل ست نوع ماشي هو مطمئن تماما لامرين الامر الاول انه قد احسن اختيار كل العناصر وبالتالي بقى احمد زي الحج احمد او يقترب منه كثيرا هذا امر الامر التاني انه عنده قناعة انه عايز يريح العناصر الجبارة اللي عنده لدور الستاشر وبالتالي لعب تسع لعبين صالة وجال وعمل حتة مباراة وقدم لنا وجوه يعني سليماني ده كلنا عارفينه طبعا ما لعبش نزل حتى جاب جون ورفع ايده للسامة يعني انا مظلوم لكن هو لعب عظيم طبعا وقدم لنا وجهة اخر اخد رجل لمباراة النهاردة ده ملعبش ولا ماتش ولا شفح ولا شفح واول مرة يشارك في امم افريقى صنع حتة جون صناعة برؤية من وسط الملعب وظهره تقريبا لسليماني لفه وحط وش رجله حطله الكورة ما بين اتنين وجهة الوجه امام المرمى تاك جون وبعدين جاب حتة جون من وسط الملعب تاك 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 رقص الفرقة وقفالها بيمينه جون حاجة حاجة جميلة احنا عشان ما عندناش طبعا هو بيلعب في نابولي عشان ما عندناش حقوق لان احنا نزيها طبعا الماتشات بتاعت النهاردة قد جبنا لقطاطله مع نابولي قادي بص الهدف وجماله شوف الهدف وجماله لعيب 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 حاجة 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 ده اللي قدامك هو اللعيب ده هو اللعيب ده والناس حاجة جمدة جدا 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 وخلي بالك انه والناس ده عنده اكثر من جنسية لكن قال لك انا جزائري انا قلعب للجزائري انا جزائري وقلعب للجزائري اذا النهاردة جمال بالماضي اداله درس بس خلاص انتهت درس خلاص لان ما عندناش فرصة بقى نلاعب تسعة جدد نلعبنا تلاتة جدد مش كده جماعة انبارح تلاتة جدد اه بهر المحمدي ودونجا والتالت مين هم اتنين وكوكا وكوكا ماشي بس كوكا لعب قبل كده يعني ما علينا لكن ده لعب تسعة مش ممكن يعني فهذا هو الكوتش اللي اختار الاول صح وبالتالي اهو 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 انسه حاجة وانس وانس ده يونس ايه يونس فرقة بالكامل حتة لعيب كورة يا جماعة ولذلك الجزائر اراها من ضمن الفرقة المرشحة بقوة بقوة لاختراق كل صفوف حتى النهائي وجملتي دي ليه لانه ما قدمش مباراة فالتة ده التلات مباراة احيانا كده فرقة ايه تعمل ماتش فالتة بس ماتش والتاني بقى التانيين مش قدي كده لا ده التلاتة دايس التلاتة دايس 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 عارف بيعمل ايه وكوتش واقف ملوه دومه ولعيبة بتلعب كورة تحفة تحفة وهجمات صارخة ودفاع صلب وقوي لا يتيح للمنافسين بناء هجمة بسهولة فريق متكامل حقيقة يعني هيبقى جمال بالماضي عنده مشكلة بقى في دور الستاشر بعد تقلق اكتر من لاعب على رأسهم والناس ده والسلماني هيعمل ايه لكن حقيقة يعني هذا رجل كل الثقة فيه بصراحة جمال بالماضي مدير فني وطني اكثر من رأيه طيب